السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين يصعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن فنجان برج العزراء يلا يا برج العزراء انزل باللايك الحلو بتاع الفيديو وبالتعليق الجميل وطبعا بالنسبة للناس الجدد ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد يلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار بتاعتك ونشوف ايه الدنيا ماشي معاك ازاي بسم الله اللهم اصلي وسلم على سيدنا محمد بسم الله تاعبانين شوية الفترة دي في شوية تاعب نفسي او جسدي عندكم صداع جسم وجعكم اعصاب في شوية اوجع في الجسم عندكم في كلام عندكم على أمور على فلوس على مديات على حال غير الحال في حاجة مش عجباكم في حياتكم عايزين تغيروها الفترة دي خلال خمس أو ست أيام هيكون في تحسن في حالتكم النفسية إن حالتكم النفسية متأثرة باللي حواليكم جدا النفسية محتاجة تغيير محتاجة أن أنتم تبطلوا تلوموا في نفسكم أنتم فجدين مشاعر كتير فجدين أمور حلوة ممكن كمان يكون من سبب الفجدان ده إن فيه ناس اختفت من حياتكم فجأة اختفوا بعده ومعايزينش يبقوا معاكم في أوقات مرتوا بها صعبة الله أعلم أنتم هنا مش مستحملين أي حاجة ولا مستحملين صوت عالي ولا مستحملين كلمة ولا مستحملين أي حاجة من حد حاسين إن الدنيا سودة في وشكم وده أكبر غلق أنتم بس اليومين دول في حاجة شغلاكم قوي في حاجة مأسرة عليكم قوي في حاجة بتفكروا فيها كتير الله أعلم خلوا بالكم إن عدد ساعات نومكم بدأت تقل قوابيس مزعجة طول الليل تفكير طول الليل إرهاق طول الليل مش عارفين تناموا من كتر التفكير وعشان كده أصبحتوا عصبيين جدا أصبحتوا متوترين جدا مش عارفين تفعلوا أو تعملوا حاجة فيها خطوة إيجابي العصبية دي بتخسركم حاجات كتير العصبية دي بترجعكم لورا ما فيهاش أي تقدم مش عايزاكم تكون يعني حياتكم يكون فيها يأس بلاش طول الوقت عمليين تلوم ونفسكم على حاجات على كلام على مواضيع طول الوقت فيه لوم طول الوقت فيه عذاب طول الوقت فيه طاقة عايزاكم كمان الفترة اللي جاية يكون عندكم طول بال مش عايزاكم طول الوقت عصابكم تعبانة طول الوقت حساسية زايدة بلاش تكونوا حساسيين زايدين بالأخص مع الناس اللي انتو بتحبوهم لأنه انتو حساسين جدا فبتحصل مشاكل البعض منكم كمان اللي عنده دوامة أو عنده حيرة أو باب مقفول عليه عندكم خروج أو أقدر أقول ان رحلة تانية خالص غير اللي انتو فيها فيه عينين مركزين معاكم العينين دول مش خويسين رشقين في حياتكم السبب الرئيسي في الرجوع اللي ورا اللي عندكم ده العين العين عمل لكم حسد شديد جدا انتو زعلنين على نفسكم ولا زعلنين ان انتو عملتوا خير كتير وما تمرش في اللي حواليكم لأن فيه ناس كتير بتتمنى ان هما يكونوا زيكم يعني اللي شايفكم من بره ما يعرفش مشاكلكم من جوا العين عليكم وفيه اكتر من حد عايز يبقى زيكم لكن مش عارف يوصل او مش عارف يبقى ازاي لان انتو شايلين جبل انتو مستحملين استحمال محدش يعرفه البعض منكم هيكون عنده اتفاق على حاجة جديدة عنده كلام يخص حاجات جديدة هتحصل عندكم بإذن الله بصوا هنا هنا فيه اخلاص انتو مخلصين لحد جدا الفترة دي طريقة كبيرة فيه اخلاص فيه طاقة ايجابية جوه قلبكم لكن فيه حد هنا يعني حد كبير في السن عمال يدعلكم يدعلكم بالخير يدعلكم بالزورية الصالحة يدعلكم ان انتو تتحقق حلمكم هو يعني الحد الكبير ده عمال يدعلكم ليروين هو لاني عايش في الوضع بتاعكم عارف ان انتو مظلومين وحظكم قليل هنا انتو قفلين على نفسكم باب وقعدين لوحدكم بتعانوا من ضغط عالي بتعانوا من عدم استكمال امور بسبب التفكير الرهيب خلوا بالكم ان انتو لما بتقعوا ما بتلاقوش حد في حياتكم في شدتكم ما بتلاقوش حد يقف معاكم انتو عملتو خير كتير لكن الناس دي ما تمارش فيها من حوالي كده يجي سنتين او تلت سنين حاجة ضاعت منكم وفقدتوها ومش عارفين حتى تربعوها خلوا بالكم ان انتو هيكون عندكم عدالة في حياتكم بالنسبة لكم لان انتو حسيتوا بالكهر والظلم ودايما حسين ان انتو مفيش حد معاكم غير ربنا انتو هنا مشتقين لاطفال او مشتقين لاحبة البعض منكم فيه اتفاق على الطلاق بينه ما بين حد او فيه طرف تالت هيخرج من علاقاتكم فيه طفل عندكم تعبان او مأزي او طفل ده يعني فيه حاجة عنده فيه مشكلة في صحته او هو يعني فيه حاجة تخص الطفل ده لان الطفل ده تعبان الفتاة حزينة جدا الفتاة شايفة ان كل حاجة ماشية عكس ما هي عايزة لكن ما تعرفش ربنا مخبلها ايه حلوا بالكم ان انت الفترة اللي جاية هيكون فيه نصرة حلوة هيكون فيه طاقة ايجابية او هتطلعوا من الصدمة اللي انتو فيها الاحسن حاجة ان انتو تركنوا الناس اللي في حياتكم دي كلها على جنب وتبدأوا تتعاملوا بحاجة انتو بتحبوها خلوا بالكم ان الناس اللي حواليكم مش حبالكم الخير الناس اللي حواليكم عايزين اصلا يكسروكم لكن علشان انتو تكونوا في كمة الانطلاقات لازم تكتموا على اسراركم وتكتموا على حياتكم بصوا بقى انتو هنا عاطفيا محتاجين الاهتمام عاطفيا محتاجين الحب انتو رومانسيين جدا عايزين حد يطبطب حد يبقى معاكم في كل حالتكم وبالاخص العاطفة لان العاطفة عندكم صفر مفيش اكتمال او ما بتدخلوش اصلا في علاقات انتو خايفين فباذن الله ربنا هيوسع حياتكم بشكل ايجابي ويبعث لكم الشخص المناسب يكون في حياتكم لان انتو عندكم بداية جديدة بداية حلوة طيب في حد عندكم مسافر او في حد عندكم ناوي على سفر لان في امور عندكم طيب خلوا بالكم ان في حاجة هتحصل معاكم الايام اللي جاية ده هتكون الحاجة اللي هتحصل دي هتكون اكتشاف بالزكاءكم يعني انتو اسكياء جدا فالحاجة اللي هتحصل دي هتكون اكتشاف اكتشاف لزكاء انتو هتكونوا اسكياء جدا خلوا بالكم ان الناس اللي حواليكم بنغير منكم جدا ومش يعني فيهم غيرة وفيهم حجد اتجاهكم انتو عندكم رحلة حلوة او سفر حلو او نقلة من مكان لمكان في امور هتكون جميلة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى في معاناة انتو بتعانوا مع حد عشان تفهموا وجهة نظركم لكن هم مش فاهمين ولا عايزين يفهموا في حد يعني حاسس ان هو في امور مختلفة بص هو انتو روحنياتكم عالية ونجموكم حلو يعني حتى نجموكم كده اخذ جنب مع نفسه وحابب ان هو يقول لوحده لكن في ناس بتحول تأذيكم بيحاولوا ان هم يعملو لكم مشاكل ناس بتديكم عين ان حتى انتو متعرفوش تناموا الليل ليه طول الوقت مدخلين نفسكم في مراحل سلبية ليه طول الوقت حاسين ان انتو لوحدكم انتو عندكم الفترة اللي جاية صلح حال او يعني في امور هتتصلح عندكم بسم الله ومشاكل الله عليكم طيب انتو بتستغفروا ربنا الفترة دي بتستغفروا ربنا او بتقربين من ربنا بتقربوا قرآن بتصلوا اسكار ادعية في يعني انتو قريبين من ربنا لاني حاسين بالفجدان حاسين بعدم الاستقرار في حياتكم بتحولوا بتحولوا البعض منكم بيحولوا يسعوا عشان يجيبوا الفلوس بتاعتهم بيحولوا يسعوا عشان يحقق حلمهم بيحولوا يسعوا ان يشوفوا حياتهم بشكل غير اللي هم فيه خلوا بالكم انتو من وقت للتاني فيه تردد فيه حيرة فيه تفكير معاكس اتجاهكم فخلوا بالكم فيه ستة كبيرة تعبانة الستة دي رجليها واجعها ماشي على عكاز او ماشي على حاجة رجليها واجعها او بتعاني من وقع خشونة في الرجبة بتعاني من واجع في الرجلين الستة دي طيبة جدا وفعلا بتحبكم من كل قلبها لكن اتعبها صحي مخليها فكتة خلوا بالكم ان انتو الفترة اللي جاية فيه مناسبة حلوة مناسبة جميلة هتديكم طاقة ايجابية لكن فيه مواجهة مع حد يعني فيه مواجهة كده مع حد كده هيكون خبيس خلوا بالكم طيب هو انتو الفترة دي مضغوطين ان انتو فيه حاجة عايزين تخلصوها حاجة عايزين تمشوها حاجة عايزين تبزلوها اكتر الله واعلم لان فيه حاجة كبيرة جدا بيت AMY على نفسكم اكتر علشان تفعلوها انتو حاسين تعملوا توازن في حيااتكم حاسين تعملوا توازن في تفكيركم حاسين تعملوا توازن في الاوضاع بتاعتكم الاحسن ان ان انتو مات كونوش عصبيين خالص وتستحلوا بالصبر وبالهدوء ولو حسيتوا ان فيه وضع عصبي حاولوا ان انتو اسكار على طول هتلاقوا الدنيا بدأت تتيصر معاكم في لغبطة لغبطة في تفكير لغبطة في مواضيع انتوا بتحاولوا ترتبوا أموركم علشان في شوية قلق شوية زعل أو أمور عكس اتجاهكم وبالأخص بالأخص مع الشريك هو أنتوا يعني في حد مريض يقدر الله عنده مرض وحش يعني في حاجة في مرض وحش في الحد عندكم والحد ده حالته النفسية وحشة قوي بإذن الله بإذن الله ربنا يشفي البعض منكم شاكك في الشريك البعض منكم زعلان منه حاس أنه بيعمل حاجة من وراء ظهركم يعني أنتوا زعلان شاكين في الشريك في أمور معكسة تفكيركم في برج التور عندكم أو كان في برج التور اتفرقته بحصل مشاكل عندكم حد كان من برج الحوت انفصلته بسبب ظروف بسبب المقربين كان فيه حد عندكم يعني حصلت مشاكل ما بينكم وعندكم كمان برج الجدي يعني كان فيه حب قوي وتبدل الحال 180 درجة وعند تسألوا نفسكم مش عارفين إيه الدنيا ماشي إزاي أنتوا بتقولوا يا ما إحنا كنا مش عارفين ناكل يا ما ما كناش عارفين نرتاح يا ما ما كناش عارفين ننام علشان خاطر نكون مع اللي بنحبهم نكون في وسط الناس اللي إحنا عايزنا لكن ما حدش تمر فيه اللي أنتوا بتعملوه ما حدش تمر فيه اللي أنتوا يعني عملتوه بسبب يعني ما حدش قدر بالعكس تجوه عليكم وحسوا أنه أنتوا بتعملوا على حاجات مخالفة ربنا يعني بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هيجيب لكم حقكم في الوقت المناسب بس أنتوا بلاش تقلقوا مين عمل بلوك المين فيه حد عندكم عمل بلوك الحد أنتوا عملتوا بلوك الحد هو أنتوا بتقولوا حزبنا الله ونعم الوكيل في حد دمركم وغدر بيكم إذا كان بسحر أو إذا كان ضحك عليكم طول الوقت بتتحزبنوا ولما بتجوا تتحزبنوا الحزبان بيطلع من جوة قلبكم يعني مش بطريقة أو خلاص العكس الحزبان بيطلع من جوة القلب بسبب اللي أنتوا شفتوه بسم الله ما شاء الله عليكم طيب أنتوا حاليا هتحطوا نقطة على الحروف في أكتر من حاجة لأن عايزين الاستقرار في علاقة جديدة هتدخلوا فيها هيكون فيها حب حبه متبادل هيكون فيها طاقة بإذن الله طيب وإنتوا عايزين علاقة لكن الأهل معتردين فيه اعتراض على الأهل يعني الأهل مش عايزينكم تخشوا العلاقة دي فيه اعتراض فيه مشاكل يعني فيه أمور معاكسة فيه حد متمسك بيكم لكن أنتوا مش عايزين تكملوا العلاقة دي أنتوا بتقولوا يعني سبوني الوحدي مش عايزة تكلم مع حدي نفسية تعبانة لأن طول الوقت ما بتفتكروا اللي حصل لكم بتبقوا عايزين تمشوا لكن فيه حد طيب جدا وهيكون كويس هيدخل حياتكم وهيبقى فيه اعتراض ما بينكم يعني الأهل هيكونوا معتردين عليه وإنتوا هتحاولوا أنه أنتوا تبعدوا لأنكم هتكونوا خايفين من اللي بيحصل فعشان كده هيكون فيه حيرة فيه زعل فيه ألأ وطاقة مأسرة على الوضع بتاعكم طيب هو فيه حمل ولا أنتوا مستنيين حمل من حوالي 2016 أو 2018 من بدري قوي وعملين تبعوا ربنا لأن فيه دعاوي كتير قوي بسبب حمل طيب أنتوا حاليا تعبانين بسبب أخت أو تعبانين بسبب دين عليكم فيه قضية عندكم وبسببها نفسيتكم تعبانة شوية طيب فيه حد منكم قطع صلة رحم بينه وما بين أهل بسبب اللي حصل خلوا بالكم أنه أنتوا الفترة اللي جاية هتكتشفوا حاجة هتفرحكم هتكتشفوا حاجة هتديكم حاجة جديدة أنتوا بتقولوا أنه إحنا أخطأنا أنه إحنا دخلنا ناس في حياتنا ما كانتش تستاهل وعشان كده أنتوا عايزين تمشوا مش دايمة مش لازم الانفصال يكون انفصال علاقة عاطفية ممكن يكون انفصال عن شوى انفصال عن أهل انفصال عن مكان أنتوا فيه زي ما يقول انفصال بتنطبق على اللي عايز ينفصال عن حاجة معينة طيب الفترة اللي جاية دي هيكون فيه طرف خيط طرف خيط انتوا هتمسكوه هيكون فيه أمور مستجدة لحياتكم خلوا بالكم لأن انتوا هتحسنوا من أوضاع كتيرة عندكم فيه رجوع لزوج أو ليم شامل مع أطفال لأن انتوا فيه نظرة بعيدة لحد غايب عنكم بقالوا مدة حد يعني مستنينوا يتكلموا معاه حد بقالوا يعني حد بعيد عن العين حد مسافر فيه اشتياء وفيه دم عدة حزن فيه مرقبة انتوا بترعبوا حد ولا حد بيرقبكم فيه طاقة مرقبة كبيرة قوي وطاقة المرقبة دي وراها اشتياء وراها لحفة وراها حب فلو كان في حد بيرقبكم فهو مستني الفرصة المناسبة ياخد الخطوة اتجاهكم ويكلمكم طيب انتوا الفترة دي نويين ان انتوا تاخدوا حقكم نويين ان انتوا يعني تتعاملوا بشكل غير الشكل اللي انتوا فيه حاليا الله واعلم ان انتوا نويين يعني يكون فيه حياة مختلفة غير اللي انتوا بتفعلوها دلوقتي انتوا اكتشفتوا ان الشريك متجوز في السر ولا اكتشفتوا ان الشريك في علاقة تانية يعني ايه اللي اكتشفتوا عن الشريك مخلي نفسيتكم قفل عن الشريك خالص ومش عايزين حتى تفتحوا معا اي كلمة لان الشريك فعلا عملوكم صدمة كبيرة جدا الله واعلم الله واعلم البعض منكم بيدور على شغل بيدور على حاجة بديدة يفعلها الحال مش مكافة او البيت مش مكافة بيدوره على شغل الجيد انتوا بتفكروا كتير الفترة دي بتفكروا في اكتر من حاجة مش حاسين بالراحة يعني مش حاسين بالاستقرار غير لما هتاخدوا حريتكم فئتكم غير لما ربنا يكرمكم لان انتوا في تعارف على حد نرجسي او انتوا كان في حياتكم حد نرجسي حد اناني مبيحبش غير نفسه يعني مبيحبش غير ان يكون لوحده فاخدوا بالكم من نفسكم انتوا الفترة اللي جاية هيتفتح اسم اسم كبيرة في حياتكم اذا كانت استثمار اذا كانت شرق حاجة اذا كان امور هتكونوا مكتدرين تفعلوها الله واعلم ربنا هو محد يعلم من غيب الا الله لكن انتوا محتاجين انتوا عودوا مع نفسكم شوية محتاجين ان انتوا التبطب على نفسكم محتاجين تحبوا نفسكم لان انتوا كرهين الدنيا كلها وقفلين على نفسكم ببان كتيرة ربنا بإذن الله يكرمكم من حيث لا تحتسم طبعا لو عجبتكم القراءة متبخلوش علي باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب يلا نزلوا باللايك وربنا يكرمكم ويبشركم باللي انتوا محتاجين وعايزين وتحياتي ليكم وانتظروا كل ما هو جديد اشتركوا في القناة